هناك بالفعل خلط وتشويش بعضه متعمد وبعضه عن غفلة وبعضه لا تدري ماذا وافعه عقوبة الجنات لابد أن نعرف حقيقة مسلمة ليس فيها اجتهاد وليس فيها اختبئة العلم عقوبة الجنات هذا يعني مطلب شرعي وإنساني وأخلاقي وقانوني فردع البغاة وردع الجنات هذا لا يعني يلتبس بحقن الدماء ولا بالمصالحة فكما أن الحفاظ أو حقن الدماء والحفاظ على الأرواح هم من مقاصد الشريعة وكلياتها الضرورية فكذلك نجد القرآن ومقاصد الشريعة وكلياتها تأمر بالقتال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون لكم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله عندما يأمر الإسلام بالجهاد معناه هناك في أرواح من المؤمنين ستزق في أرواح تضيع لكن هناك مقصد وهدف أعلى يحقيقه القتال حتى وإن ضعت الأنفس لأن يترتب عليه بعد ذلك الأمن والرحمة والطمأنينة والعدل والإحسان لكل الخلق فالقتل أحيانا يكون مطلوبا لأنه لا تكون هناك راحة للناس والاستقرار للناس إلا عن طريقه وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هذا أمر بالقتل وآيات القرآن أيضا تأمر بالقتل في مواطن أمر الله تباك وتعالى بقتل البغاة يعني لما يعني في أتاني من المسلمين يعني هناك في أباغية تقوم ويطلب منها أن ترجع القرآن قال فقاتلوا التي تبغي أمر بالقتال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله هناك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الصائل الذي يأتيك ليخرجك من بيتك ويأخذ مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد هذا يعني ليس هناك مصالح هناك قاتل الإنسان يأتيك ليخرجك من بيتك ليأخذ مالك ليأخذ سيارتك ليتعدى عليك فأنت ماذا تفعل هل تقاتله أو تقول لا أنا أريد حقن الدماء اقتلني ويأتي ابنك ويقتل وتأتي زوجك ويقتلها ويأتي جارك ويقتله هل هذا هو الشرع هل هذا هو الدين أنا أريد أن أرسل من يقول هذا الكلام الخاطئ الآن ويقول لكل من يأمر بقتال البغاة والمجرمين والجنات يقول هذا يدعو ويحرض على القتل وعلى سفك الدماء وأنه لا يحب الصلح بين المسلمين أقول له بالله عليك لو أن هذا الباغي في بنغازي وإلا في الطريق الساحي في ورشفانة أتى إلى بيتك وأخذ ابنك ماذا تصنع لأن ابناء المسلمين مثل ابنك يفترض أنك تتصرف لو أتى وأخذ ابنك ما لا ستقول هل تقول وصالحه أو ودافع عن نفسه ووقاتله بعد أن أخذ ابنك أخذ ابنك الآخر ثم الثالث ثم أتى ليأخذك أنت ثم أتى ليأخذ زوجتك ماذا ستقول هل ستقول قاتلوه حتى ينكف شره عن عراض المسلمين أو تقول لا قتاله هذا هو دعوة إلى سفك الدماء وإلى التعدي على حرومة الناس هذا كلام خاطئ والله هذا كلام لا يقول عاقل نحن لا ندعو الناس إلى أن يتخاصموا وأن لا يتنازعوا وأن لا يتقاتلوا من فراغ نحن نريد أن نقاتل الظالمين واللصوص وقطاع الطرق لنا تجربة لابد أن يعرف من يقول هذا الكلام لنا تجربة في المصالحات عندما تنازل رئيس المعالم الوطن العام ولجت الحوار واستقبلوا رئيس البرلمان نعم وذهبوا معه إلى مالطا وذهبوا معه إلى عمان نعم وعطاه رئيس المغطرة لكل ما يريد قال له هكذا سمعت منه قال له لو أنك أنت الآن تقبل نخرج على في هذه الشرفة وأتنازل لك لتولى رئاسة ليبيا لتقوم بالأمر أنا أفعل هذا وعطاه كل ما يريد ووعده رئيس البرلمان وعودا كوعود عرقوب موعد عرقوب أخاه يترب فرجع إلى طبرق وعندما أملى عليه حفتر وجندة وعصابته كلاما آخر تنصل من كل كلام قاله أليست هذه محاولة حقيقية للمصالحة من المؤتمر ومن حزب المؤتمر ومن جماعة المؤتمر هل قصروا في المصالحة لا قصروا لكن الطرف الآخر لا يريد مصالح يريد قتلا يريد أن يرجع بليبيا إلى عهد الظلمات يعني استبداد إلى الأيام السوداء أيام القذافي أيام المخابرات وأيام الأمن الداخلي وأيام التعذيب سجن قرنادة الآن يحدثكم ما يخبركم نعم هل نحن قصرنا في طالب المصالحة يا من تشتمون من يدعو إلى ردع المجرمين هل نحن قصرنا في المصالحة أعطيكم مثال آخر نعم عندما استولى حفت ليس حفت الجذران المجرم اللص نعم صارق ما ليبيا لمدة أكثر من عامين الآن ذهب أعضاء المؤتمر وعملوا لجان متعددة واتصلوا به وبجماعته وبقبائل هناك وفعلوا كل ما يقدرون عليه ولكنك إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئمة مرة فظن أن هذا هو ضعف منهم وصار يعني يبتز وكل مرة يطلب يقول أعطوني 200 مليون أعطوني 300 مليون كل ما دفع إليه من المال من خزينة الدولة يقول هل من مزيد وهو لازال الآن يخرب الثورة الرئيسة حقيقية الرئيسة للشعب الليبي ومنعهم قوتهم وجعل الدولار يصل إلى خمس الدولارات وجعل العشر دينارات وعشرين دينار لا تستطيع أن تأكل بها لقمة عيش الآن في ليبيا وكذلك نضرأه في الرياين مجرمي الزنتان الذين يستورن الآن على أربعمائة ألف برميل كل يوم أكثر من سنتين هذا غصب حولي لصوص حولي قطاع طرق حولي تقول صالحني معهم أنا أدخل معك يا من تتكلم وترشل بوستات وتزعم أن من يقولون أقاتل المجرمين وأقيموا الحدود وأقيموا القصاص أنهم دمويون وأنهم لا يدعون لا يريدون خيب ليبيا خلص لي هذا النفط من هؤلاء الناس أكثر من عامين الآن أكثر من 100 مليار دولار ولا دينار وكذا الآن ضعت أهل ليبيا لماذا تكتمون الحق وأنهم تعلمون اتقوا الله في أموالكم واتقوا الله في بلادكم واتقوا الله في أهليكم